أنا أخليه وقال عنده برضو أسلة كثيرة في رأسه أنت ممكن تسأل أو تناقش وأنا أجاوبك إن شاء الله لأنه في حاجات زائدة أنا ما قدر تقرأ الفضل يا أخوان هل الحقيقة والحق حكرة على أهل السنة؟ فكل طائفة ترى أنها على حق وأنت نفسك إذا أولدت في طائفة أخرى لكنت لا تدافع عنهم وطرى أنهم على حق لماذا لا تدع الانتماء وتناقش الأدلة والأفكار بدل أن يقوم كل شخص دائية بتصنيف الناس؟ ثالث ثالث طيب السؤال دا يا معافيو جب ليه كرسى خلي قاعد قريب السؤال دا قال يعني تروا الحق حكر على السنة ولماذا لا تدع الأشخاص وتناقش العقائد؟ دا فيه دعوة للمناقشة والمناظرة أنا جاهز إن شاء الله أنت جاهز؟ أنت ما قلت كده لكن أنت ما قلت لماذا لا تدع الأشخاص أو كذا وتناقش؟ مش قلع؟ أنا الآن تركت أي شيء دار ناقشك خلاص؟ قول أي حاجة في رأسك وما دي سي حاجة الكلام اللي انت كاد بو دا كلام شيعا والعقائد اللي بتعتقد دي عاقدة شيعا دي لكذا حتى لو قلت أيوة ولا لا أسا لما نقرأ لك باقي الورق أنا قريبت كلها لمن مشو الصلاة الشباب قريبت كلها دا كلام شيعا فإنت كن جري ناقش أنا الآن جري دار ناقشك لا ليه ما تناقش أنت قلت أنت دعتني للمناقش أنا جاهز الناقش لمستحيل يا جماعزول يكون كاتب فضل كده يتدعال قريبا شاء الناس سمعوك مستحيل تكون كاتب كلام ومعتبر ذا الحق معتبر ذا الحق بدليل كلامك الكاتب وفي كلام جاي في طعن في آيات وفي أحاديث عديل في كلام جاي طعن في القرآن وفي الأحاديث عديل في وركتك دي أنا ما قريبتها فكيف تكون ما بتعتقده ده ده كلام غريب يعني زي محمد طا ومحمد عمد داك تعجير التلوفاق داك سبر رسول صلى الله وقال ابن الزينة وكذا لما انقبضوا قال ولا أنا ما بعتقده طيب التكاتب ليه قال ولا أنا قلت من كتاب طيب لو ما بتعتقده ليه اخترت الكتاب دا ما تنقول من القرآن أنقل من السنة انت بتعتقد الكلام دا فكلام دا ما بنتطلع على زول يا جماعة زول اكتب كلام التين في والسنة والحاديث والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والفتنة البنات ومي السبب في ضيع المسلمين يعني الصحابة هم السبب في ضيع المسلمين ده كلامك تقول ليه ما بتعتقده كيف الفتنة دي واقعت بين منه بين منه جماعة بين الصحابة هو قال الفتنة البين الصحابة دي السبب في مشاكل المسلمين إلى يومنا هذا يعني من السبب؟ الصحابة ده ما كلام واضح أوضح من الشمشة في السماء دي تقول ليك شجاع يا شيخ ليك شجاع وزول ضكر ناقش أنا ولا أشاهد لك صوت لا عندي لك سجن أنا عندي لك لسان الله الداني لوس ما في حاجة ناقش جيب دليل لك أنا بديك الدليل كلامك ده كلام رافضة والله والذي لا إله غيره فإنت مستعيد أنا مستعيد إنت مستعيد ما مستعيد طيب الحاض نعمل ليش نزو ده جماعة لا إنت ما عندك رأي تاني إنت عندك رأي ديل الورقة دي كلها رأي الشيعة ما في رأي للسنة هس إذا كي ضب منك تقول أخدت رأي أخدت رأيين رأي دي لك ورأي كمي ما أخدت رأينا كلامة جيب عليك للورقة شأن أثبت لكم إنه الكلام ده كلام فيه طعن في الدين ده عديل أول حاجة السؤال ده طعن بالصحابة الصحابة بفتنتهم دي هم سوا في مشاكلنا نحن صح الله ما صح ده طعن بالصحابة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي فلو أنفق عدكم مثل أحد ذابا ما بلغ مد صحابين ولا نصيفا وربنا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ويدخلهم جنات تجري تحت الأنهار دي لصحابة ربنا قال عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنهم ربنا قال سبحانه وتعالى عن الصحابة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلط باستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار دي لصحابة ربنا سبحانه وتعالى قال عن الصحابة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معه الصادقين إن القيم قال الصادقون في هذه الآية هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دي لصحابة كيف تتقول ما ده كلام ده ده كلام والله لو لو منك لو لو منك كذب وعليش أنا بقول معك صريح للنهاية لأنه كلامك ده ما في عاقل بصد كل زور ريالة سائلة ممكن يصدق كلامك ده الآن لما رجريك باقي أسئلته كلها طعني في الدين شو السؤال رغم كم رغم أربع قال الشيخ محمد رشيد الرضا في مجلة المنارة المجلد 14 قال إن معاوية شنو نكب الإسلام والمسلمين على يديه وفي مقال المجلد 9 ساعة أنه كان محبا للمال والرئاسة ده تعني في معاوية ولا ما تعني يا زول ما تقول لي يا رشيد رضا ولا غيره أنا والله ما سمعته قال كلام زيلا لكن هس لو قال رشيد رضا إنت أي مخلوق قال كلام ده بالصحابة الزول ده مبتدع وعلى ضلان لأنه ده صحابي يا شيخ الزول اللي بيقول الكلام ده أيا كان صين من الناس قال كلام ده زول ضال وزول مبتدع بس لأنه ده صحابة ومعاوة بن وصفيان عاش الناس بزمانه رغدا من العيش وكان يا نادي الناس أقبلوا على أعطياتكم يشيلوا وأقبلوا على السمن والعسل يشيلوا من أفضل العهود بعد عهود الأئمة الأربعة وانت ماشي ماشي كان عهد معاوة بن وصفيان فده كلام باطل يا شيخ ده كلام فارغ كلام كلامك في الصحابة معاوة بن وصفيان ده باطل وده من الناس البشر بالجنة وأحد كتاب الوحي رضي الله عنه لكن السلف قالوا الشيعة ليه بطعنوا في معاوية ببدو بطعنوا في معاوية ليه قالوا لأن معاويتك السطر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فمن انتهك هذا السطر ولج إلى ما بعده فده زكاء منك بس خبص كونك تطعم في معاوية ابن أبي صفيان لأنك انت در تخش للباقين در تخش للباقين كده أقرب باقي أسيل تقين سؤال الخامس ما رأيك في هذا الغول الحكم على أي حديث ألينا أخذ سلاسة قواعد أن الحديث لا يتناقض مع الغران الحديث لا يتناقض مع بعضها وفي هذه الحالة أحتاج إلى دليل غوي لتبيين الخلن أن الحديث لا يناقض الحقائق العلمية والحديث يكون صحيحاً مدني والسند اللون الحديث لا يتناقض مع الغران والثاني الحديث لا يتناقض مع بعضها طيب أول حقيقة ما في حديث يتناقض مع القرآن لأن القرآن من عند الله عز وجل خلاص كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياتي وغيرها من الآيات والسنة أيضاً من عند الله قال الله تعالى في القرآن عن السنة قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى قال تعالى وما آتاكم الرسول فاخذوه قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله والقرآن وحي من الله سبحانه وتعالى فلا يمكن لكلام الله أن يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الكل والجميع من عند الله قد قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً أما لو في حديث ما ثابت إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا الحديثة موضوع أو قالوا الحديثة كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو قالوا الحديثة ضعيف أو باطل أو غيره فده حديث ما صح إسناده للنبي عليه الصلاة والسلام أشان نجي نقول دي سنة تعارض القرآن لأنه أصلاً ما بيقى سنة لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فدد الكلام لكن إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالوسائل العلمية الحديثية المعروفة المتفق عليها بين العلماء سلفاً وخلفاً يبقى دسابتاً نسبة للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا الرسول لا يمكن يناقض القرآن أنا بسألك الآن سؤال أنت من قبل بتسأل فيني وركتك كل أسئلة هل عندك حديث واحد بعرض القرآن؟ ما في أصلاً حديثه بعرض القرآن يبقى ما في حاجة أصلاً لهذا الكلام لأنه ما في حديث سبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن ما في إذا في عندك أو عندك يزول جيبوا لنا وذلك الآن بيقولوا بعد ترابي دائماً في الجامعات والجماعة بتانع عدنان إبراهيم عدنان إبراهيم دا ذول مجرم آي وزول مغفل ساكت يطعم في الدين ويصيب أبو هريرة رضي الله عنه عدنان إبراهيم ووجود في اليوتيوب ذول مغفل شيعي حتى لو قال أنا ما شيعي العبرة ما بل مسمى العبرة بالمنهج العبرة ما بل منهج 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 الشيعة ذول يصيب أبو هريرة ويكفر أبو هريرة ويكفر معاوة بن يوسفيان ده عدنان إبراهيم واحد اسمه كبيسي الله يقبس راسه في جهنم الاثنين ده العراقي الكبيسي ده وعدنان إبراهيم ده ما سيقل له مسجد أظنه في النمسة هناك اطلع بالبدل والكرفيتة يخطب الجبعة يسيب أبو هريرة لحد ما ينزل خلاس وأبو هريرة رضي الله عنه ده ليه بيسيبه الشيعة تحديدا ليه سؤال لأنه ده أكتر واحد حفظ الدين الأحاديث يعني من النبي عليه الصلاة والسلام فإذا ضربوا ده هم في ظنهم وزعمهم الباطل حيسهول لهم ضرب بباقي شونا جماعة الدين شاكيدا بيركزوا على منه على أبو هريرة شاكيدا ما بتلقاهم بيركزوا كتير مثلا على ابن مسعود ولا بيركزوا كتير مع أنه ده برضو ناقل كتير لكن بيركزوا على أبو هريرة الأكتر التركيز وإن كان بيسيبه ده برضو من الصحابة لكن بيركزوا على ده أكتر لأنه حفظ الأحاديث أكتر فأشان يضربوا الدين بيركزوا على أبو هريرة رضي الله عنه فعدنان برأيكين ده الفاشل جاهل بدين الإسلام تماما وباللغة وبكل شيء لكن صلطوا اليهود لضرب الدين ما بجوز ليزول يحضر له كان انت بتحضر له دي شو بقاته كان انت بتحضر له حرام تحضر له يا أخ حرام تحضر ليزول يسيب في الإسلام ويسيب الدين عرفته؟ ويسيب الصحابة حرام عليك تحضر لمسل هذا الشخص فإذا سبت الإسناد للنبي عليه الصلاة والسلام ما يعارض القرآن أبدا وأيه يسول بيقول لك في حديث بعارض نقول له جيب مثال بيعجز بيعجز جيب ونحن نوريك بعارض ولا بخالف سؤال السادس لماذا يغضم نص السلطة على سلطة النصف وما سره في المجتمع الإسلامي؟ قال لماذا يقدم نص السلطة على سلطة النصف ما أنت تقصد شنو بالكلام ده قال بيقصدوا بالكلام ده القوانين الوضعية بدلوها بشنو بأحكام القرآن يعني ما يحكم بالشريعة ربنا سبحانه وتعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فوليكم الكافرون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فوليكم الظالمون وقال تعالى فوليكم الفاسقون فالحكم بغير شرع الله كفر ده بالاتفاق لكن الكفر ذاته إذا أراد ينزل على حاكم معين أو الكفر المقصود في الآية ذاته كفر شنو أصغر لكن إذا دار يكون أكبر الشيخ الفوزان قال نرى ما الذي حمل هذا الحاكم فإن كان مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله فذيكون كفر أكبر وإن كان جاحدا برضي يكون كفر أكبر وإن كان مساويا لحكم بحكم الله ومفضلا لحكم على حكم الله ده بيكون شنو أكبر لقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون لكن الأصل في الكفر اللي في الآية كفر شنو يا جماعة أصغر كما قال الإمام أحمد في هذه الآية أو قال بعض السلف مثل الإيمان بعضه دون بعض فده كفر دون شنو دون كفر كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن وقال غيره من السلف كابن مسعود والحسن البصري وطاوص ابن طاوص وعطاء ابن رباح قالوا الآية ده كفر دون كفر لكن يكون كفر أكبر إذا الحاكم جحت أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله فما يجوز أصلا الحكم بغير الشريعة لكن كمان أما وقد حكم الحاكم بغير الشريعة ما يجوز نكفره ونخرج بر الملة إلا بهذه الضوابط وغيرها من الضوابط وشروط الحديث السابع ماذا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين من إثبات حديث السحر مع العلم أنه لا يزيد في بشريته بل يفتح باب للطانع فيه وفي الغرام خصوصا وأن البعض يقول أن الشيطان ينفذ في الغرام بعض الكلمات تذلك من خلال استدلاله بلاية 52 من صورة الحج أنت بتعتقد الكلام ده كله؟ لا بتعتقده أصلا ولا بتعتقده؟ لا أنت شايفه الكلام ده باطل ولا حق؟ ولا ما عارفه؟ لا أنا ما عارفه؟ طيب إذا ما عارفه قعد تنشره للناس الكلام ده؟ لا لحب لا 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 أتكلم تتكلم بدا دقيقة بتنشر الكلام ده؟ لا ما سؤالي لك نحن أنت قلت ما بتعتقده دار تعرف نحن لشان نصدق الكلام ده قلت قعد تناقش به يعني شنو؟ لا قعد تقول الكلام ده للناس في المحيطة اللي أنت فيه كان كلية كان وظيفة كان غيره بتقول إذا بتنشر الكلام ده للناس أنت بتعتقده؟ إذا أنت قعد تناقش به والناس وتقول لهم كده والآية دي ما ممكن كده وده ما ممكن كده أنت قعد تعتقده بس ما دار تقول قعد تعتقده فأنا شايف الزول يكون صريح يا جماعة يكون صريح واضح والزول لما يكون صريح ويقول أي عقيدة عنده أخير من الزولة اللي بتلوله صراحة يعني الزول ده قعد ينشر كلام ده ولا بيمشر الناس المعاوه يعني بناقشكم به وبيقوله وكده طيب في حاجات غير دي كمان تاني طيب طيب نحن نجاوب على نقطة نقطة كويس نحن نجاوب على نقطة نقطة ما في مشكلة على كل ما في مشكلة نجاوب على نقطة نقطة ونشوف الحاجات التانية قلت السؤال شنون السؤال التان لا السؤال اللي قلت السابق السحر طيب خذي الورقة قال قال ما السؤال رغم سوا ماذا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين من إثبات حدوث السحر أول حاجة السحر جماعة عموما مثبت بالقرآن والسنة إنه موجود يعني وحكم كفر بالله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى قال واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت فقوله تعالى يعلمون الناس السحر ده مزبت إنه في سحر في السحر موجود ده عموما أما كون النبي عليه الصلاة والسلام وده سؤال هو سحر والمسلمين يستفيدوا من إثبات حدوث السحر مع العلم إنه ما يزيد في بشريته بل يفتح باب للطعن فيه ده كلام كده بما صحيح النبي عليه الصلاة والسلام سحر وسحر لبيد ابن الأعصم اليهودي طيب هل ده يكون باب للطعن فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا ابن حجر اتكلم في الحديث ذاته ما هو في البخاري تعالى لبيد ابن الأعصم في مشط ومشاطة في بئر ذكوان وسحر كده فابن حجر قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قدر عليه وسحر ما هي الحكم قال الحكمة الأولى فإن النصارى إن النصارى قد أله عيسى قالوا إله أكامل فقدر الله عز وجل لنبيه أن يسحر وأن يمرض ليعلم أنه ليس إلها لأول حكمة وهي عقدية توحيد ليعلم أنه ليس إله أنه بشر بشر يمرض ويصيبه ما يصيب شنو يا ما البشر من الابتلاءات من الأمراض والسحر والأسقام والأوجع حتى في لحظة الموت انت ماشي للسحر ليه قال إني لأوعك كما يوعك شنو الرجلان هل تطعني في بشرية الرسول ماطعا لكن ليعلم أنه بشر قال تعالى قل إنم إنما أنا بشر مثلكم لكن الفريق قال شنو يوحى إلي أنما إله إله واحد شف يوحى إلي ربنا زكر في الوحي مع أنه الوحي فيه الصلاة الدين يعني الوحي فيه الصيام فيه الزكاة فيه الحج فيه غيره ربنا ذكر التوحيد يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ذكر التوحيد لأنه ده أهم حاجة في الوحيد وربنا ابتلى النبي عليه الصلاة والسلام بالسحر حفاظا على التوحيد لكي لا يعبد رسول الله كما عبد النصارى عيسى حفاظا على التوحيد فنرف عليه ومش نزول له ده واحد اثنين ربنا ابتلى النبي عليه الصلاة والسلام بالسحر ابن حجر قال في بطح الباري قال إثباتاً لوجود السحر إنه في حاجة يسمى سحر تلاتة الحكمة التالتة قال رفعة لدرجته فإن المؤمن يرفع درجات ويزات في الدرجات في الجنة وفي الدنيا وفي الآخرة بسبب الابتلاءات مش كده؟ ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم أو المؤمن من وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له بها من شنو؟ من خطاياه فرفع لهم وقال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيراً يصيب منه يعني يبتليه فالابتلاءات للشخص رفع لهم وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فشنو؟ فالأمثل خلي السحر أنت ماشي بعيد ليه؟ الأنبياء ذيل ماذا تقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما أخرجه من مكة؟ أخرجه؟ هل دطعني فيه؟ ما طعن؟ ده ابتلاء رفع له ضربوا في الطائف ولا ما ضربوا حتى سهل الدم في غزودوح اتدخلت حلقتان من المغفر في وجنتي وكسرت ربعيته لحد ما كان بيدعو عليهم وربنا أنزل عليهم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ده قرآن ليه لأنه ابتليه أشكد ربنا قال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسول ولا تستعجل لهم لأنه الطريق ده أصلا طريق صعب عرفتها؟ فدي ابتلاءات والسحر ده واحد من شنو؟ من الابتلاءات نمر أربعة من الحكم ليعلم عداوة اليهود للمؤمنين قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم نمر خمسة قالوا ربنا سبحانه وتعالى ابتلوا بالسحر زيادة في صبره وتعليما له زيادة بنا يعلموا زيادة ويبتليوا ليتعلم ويتعلم ويتعلم من هذه الابتلاءات بالصبر وبالاحتساب الأجري إلى غير ذلك قال وفي القرآن خصوصا وأن البعض يقول أن الشيطان ينفس في القرآن بعض الكلمات وذلك من خلال استدلالهم بالآية 52 من صورة الحج أول شيء دي ما عنده علاقة بالكلام العلاقة شنو لا دي قصة الغرانيق اللي هي جات في في بعض التفاسير عند القول في تفسير هذه الآية العلمانا سفوها دي قالوا أصلا وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى إلى آخري العلمانا قالوا أصلا دي قصة شنو باطلة ما حصلت وانا باستغرب وانا باستغرب ما صحيها وانا باستغرب يا صيدا لا 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 النبي عليه الصلاة والسلام معصوم في تبليغه للدين تبليغ الدين معصوم أي زول بيقول خلاف كده كافر لأنه ربنا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فمعصوم مش بتبليغ الدين بس في أي حاجة قال بوحي معصوم لكن شي قالوا بيظنوا ما معصوم كحديث تأبير النخل والحديثة فيه ورد ذاته على الشبه البيجيبواء الشيعة والبيجيبواء الشيوعين والعلمانين كله واحد في النهاية كله معدالة الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام جمرة ومعاه الصحابي ماسكو بيده حديث صحيح مسلم وفي سنن في مسند الإمام أحمد صحيح مسلم ورد في موضعين ورد في المسند ماسكو كده من يده مرة يا جماعة بيأبروا تعرف بيأبروا يعني شنون يلقعوا النخل فوق طالين يلقعوا فوق فقام النبي عليه الصلاة والسلام سأل الزلد قال ليه ما يفعل هؤلاء قالوا يأبرون قال ما يؤبرون قالوا يأخذون طلع الذكر فيضعونه في الأنثى قال أظن لو لم يفعلوا ذلك كان خيرا فكون قال أظن معناته ده شنو يا جماعة اجتهاد منه ما بالوحي لكن لو قال شي بالوحي ده ما يخطي فيه لأنه رب الله قال إنهو إلا وحي يحدى موضوع منته فالرجل ده مشى الرسول ما قال لهم شكل لمن نازل قل لهم اتركوه بس قال أظن الرجل قال ما شكل لهم قال لهم أولم تسمعوا ما قال رسول الله قال كذا وكذا أظن نقال لهم بالنص هما من شدة الاتباع بتاعهم نزلوا خلوا التلقيه ذاته أشكد الإمام مسلم جاءه في كتاب الأدب باب وجوب امتسال ما قاله شرعا التويب ده علاقته مع الحديث شنو يعني يقول لك شو الصحابة من شدة اتباعهم لما قال لهم أظنوا برضو نزلوا خلوا شكده قال لك وجوب من باب أول وجوب ما قاله شنو شرعا فنزلوا من فوق النخل الراوي قال فخرج شيصا بسموا ما أعرف هلنا كشوش أنا ما أعرف عندكم بسموه جنو هناك في الشمال كشوش خلاص بدل الحمير وكذا بيخرب يبقى صغار وما بكون عنده طعم ولا كذا ولا ولا عنده نو المهم بيغرب فخرج الشيصا فقالوا يا رسول الله حدث كذا كذا قال مما ذاك قالوا القول الذي ذكرته آنفا ذكره قال إنما ظننت ظنن فإذا ظننت ظنن فلا تآخذوني بالظن وإذا حدستكم عن الله فإني لا أكذب على الله شيئا فلما قال حديث الزبابة ده حدثم عن الله لأنه قال إن في أحد جناحيه الدى وفي الآخر الدواء فجزم النبي عليه الصلاة والسلام وده بالوحي فالموضوع كان منتي لما الترابي أنكره والشيء أنكره ده كفر منهم لأنه كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام طيب آآ قال هل هناك نسخ مش كذا يا أخي ده أقرأ لأنه خطك ما شاء الله هل هناك نسخ بمعنى إبغاء الحكم ونسخ التلاوة مثل عائلة الشيخ والشيخة كما يزعم بعض العلماء النهاية ما الحكم من هذا النسخ وكيف أعلموا إذا كانت نسخة ومثل هذا يفتح بوابا كثير للطاني في الغران وفي الله سبحانه وتعالى قال هل هناك نسخ بمعنى إبغاء الحكم ونسخ التلاوة مثل آية الشيخ والشيخة كما يزعم بعض العلماء الشيخ الفوزان قال الزعم هو الكذب ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يتحاكم للطاغوط وقد أمروا أن يكفروا به فده ما كذب من العلماء وزعم منهم ده حقيقة ده حقيقة في آيات نسخت خلاص منها آية الشيخ والشيخة وبقيت حكما ونسخت تلاوة الموضوع شنو فيه في آيات نسخت وربنا البنسخ والشيعة دائما بيعترض على النسخ معاومة الشعبين أتبع الترابي المدى القنين دين قال ما بينسخ في نسخ الله في القرآن قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ختام الآية ربنا بيرد على الناس يا ذاتهم وأمثالهم ربنا قال لهم ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير وهم يقول لك ليه ربنا ينسخ ربنا قال لك ردا عليك ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله يولي ولا نصير في بصورة البقرة فربنا ينسخ ليه حكم من حكم النسخ التدرج زي الخمر ربنا سبحانه وتعالى قال لا تقربوا الصلاة أول حاجة بدأ وقال تبين أن الفواكد يتخذ منها سكرا ويتخذ منها منافع أشار إشارة خفيفة بعد ذلك قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة بعد ذلك آخر مرحلة ربنا سبحانه وتعالى قال فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا 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 إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاكتنبوه فربنا حرموا لهم نهاي فمن حكم النسخ الفقه قالوا اشنا جماعة التدرج وإلا لو ما يعرفت أي حكمة ربنا قال لك ما ننسخ من آية أو ننسها الله قال لك أنا بنسخ ننسخ من آية أو ننسها نزل حكمها يعني خلاص نأتي بخير منها أو مثلها فلابد تؤمن بهذه الآية من صورة البقرة آية الشيخ والشيخة من الآيات النسخة نسخة لبزا وبقية شنو حكما وهي بتتكلم عن الرجم وأصلا الناس البنكروا الآية دي والنسخ دا لأنهم ما دارنا الرجم في الزنا في رجم الصحابة قالوا رجم رسول الله ورجمنا بعده زنيت مزوج تترجم لما انتمون ولو ما موت يردموك تاني لما انتمون دا دين كده دا دين في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام أتي إليه بيهودين ويهودية قد زنياء تبصيح البخاري قد زنياء وطبعا ما تقدر تقول البخاري ما صحيحه كده لأنه حنقسك نغاش علمي ما هو تعريف الحديث الصحيح وما هو تعريف الحديث الضعيف وما هو تعريف المرسل وما هو تعريف المعضل ودي قصة طويلة شغل طويلة جدا نعنا قرناها في خمسة سنة ولسه عرفنا فيها اتنين في المية بس فهده موضوع طويل جدا وانا شرح عليك الاتنين في المية لازم نقعد انا وانت الان خمسة سنة عرفته موضوع طويل جدا جدا ما تقدر ما بيزول يقدر يقول البخاري صحه غلطه بتاعه صحيح صحيح البخاري ان قلت ما صحيح نبدأ نبدأ مين البيغونية وانت ماشي طوالي لحد الباعث الحزيز تعرفوا بس نصل لحد الباعث الحزيز طيب في البخاري ان يهوديا ويهوديا زنياء واتي بيهما الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهما هل تجدون حد الرجم في كتابكم قالوا لا وكان عبدالله ابن السلام قايت رضي الله عنه قال بلى يا رسول الله لكان قاري وكل التوراة قال مرهم ان يأتوا بالتوراة جابوا التوراة فالقاري من اليهود خطى صباعه في الآية بتاعة الرجم كده زي شغلنا هذا الترابي خطى الآية كده وقرب جاي ومشانط قرب غادي عبدالله ابن السلام حافظة الحيطة دي فقال له مره يا رسول الله ان ينزع شنو اصبعه زحى صباعه وقام قرأ آية الرجم وقبل ده النبز على سلام قال لهم طيب كنت بتعمله شنو الماء في الرجم قالوا بنحميمهم يمشي حميمهم في البحر بالليفة وصابون ورجعهم المره والراجل عشان يدسوا الآية بتاعة الرجم لانه لسه في بقاءة آيات شنو يا جماعة ما محرف زي ما قال الشيخ الاسلام بتايمية لكن اذا سئلنا نقول محرف لانه طالت يد التحريف فيه تحريف لكن نؤمن ان في بعض الآيات ممكن تكون شنو صحيح فرفع يده قام قرأة الرجم فأمر به ما فحفر لهما المره والراجل فالراجل ماء الرابي قال حتى رأيت الرجل يجنأ على المره ليقيها الحجارة يعني الودع عامل فيها كومارة بشلخة قال دار يكون الودع بيبي عنه قال يعمل لها كده عشان الحجار ماجي الصحابة ردموا ليكوا ردموا لحد ما ماتوا فالرجم فيه الرجم فيه سبت بهذه الآية التي نسغت لفظا وبقيت حكما وسبت بنصوص السنة والسنة هي من عند الله البنكر السنة أنكر الغران طوال كده لأنه ربنا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتوا انا كنت اتمنى انه يعني ما انت عدنان ابراهيم ذاته الشيخ الكبير يكون قايا الشيخ انا ناقش بالكلام او داك البليد داك المصري اسمه جنو اسلام بحيري داك برص الكتب يقول دي عفن كتابة الإمام مالك وصخ قال ومسهب الشافي كلها دول عفن قال زيدة والله والبتاع الغنان قاهرة والناس الناس مجرمين جابوا معاه واحد من بتاع الاسهار ديل وده زادهم ما ناقشين حاج جابوا لابس البرنيطة الحمرديك وعنده ليحية قال قال بمثلها للسنة البحيري معاه المزيعي نصراني عصروا لحد ما هو دي انقال على المركوب دا ريضرب البحيري في راسه تمسيلية دي مسرحية مسرحية مصرية لضرب الدين شاني وركنوا الابان دقون شنو منافعين جيبنا نحن جيب بحيري جيب صيام رماد جيب عدنان ابراهيم والله الذي لا الى غيره نردم ليك ردم لما نتكيف خلاص؟ طيب تعتقد السنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ انها صحيحة؟ كويس الكلام اللي بتكتبوينها وغايته بخالف الكلام اللي سيبي تقوله ده انا زي شنو مسلا؟ زي دي واحد زي دي يعني بتعتقد انه غلط مش ده؟ زي انه ما في عزب تعتقد ما في عزب جبر؟ لا لا في يعني عزب جبر؟ يا جماعة انتو انتو قوله يا جماعة ها ها كي تعالينا الجناس يشوفوك طيب كويس ما مش مبارح ده؟ زي انو الشيخ والشيخ هدي ما في عزب جبر؟ ده مبارح؟ ما في عزب جبر؟ قلتو ليلة حد دين صباحا بيتناقشو انو ما في عزب جبر؟ يمكن امن الليلة صباح بعد ما اشير بالشاي اخونا ده والله ما صادق معليش يعني انتو ما اصلا لانو كلامك ده كلامك ده انت بتعتقدو ما هو كلامك حلب شنو؟ كلامك كاتبو بيدك يا جماعة كويس انا بردليك طيب نمشي قدام بس فلني ده الكلامك في الورق هذا بس فلني ده اعتقدو لا ما شاء لا لا مهم اعتقدو عشان ما يمشي يشتغل تاني في الطلبة وفي اخوانه هناك ينشر لهم شو واحد بتاع الشيعة انا برضو ما بخليك يعني ما 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 تمشي تنشر لهم شو واحد بتاع الشيعة لما نحنا لجي نزره كينا تقول والله ما باعتقد ما بتعتقد كذبتو ليه يعني؟ بتهزر يعني ولا شون يعني؟ ولا ديني كات؟ بتحكي لانا نقطة؟ قال قال ومثل هذا يفتح بوابا كثيرا للطعن في القرآن وفي الله سبحانه وتعالى ما بيفتح لكن انت في رأسك الكلام ده ما بيفتح اي عاية ربنا قال ما ننسخ من آية او ننسيها ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى طيب قال آية والله اللي بيفتحوا للملاحدة ديل اللي بيفتحوا للملاحدة ديل هم الشيعة الشيعة زادتهم ملاحدة نعم نعم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله طيب يبقى هو النغاش مش هو في ما زالت انه تنسخ لفظا وتبقى حكما يبقى هو الموضوع في النسخ لانه الملاحدة الشبهة بتاعتهم ما لجبتها انت لشبهة الشيعة الشبهة بتاعت الملاحدة في اصل النسخ ابتدان لانه بقولوا دي عغيدة عند المعتزلة وعند الشيعة انه اذا قلنا بالنسخ معناه ربنا سبحانه وتعالى عنده عغيدة يسمى البداة ودي عقيدة يهودية انه ربنا يبدله يعني مثلا انا الان عزمتكم فطور جبت سمك لقيت يا اخي انه السمك ده ما بينفع معاكم بدى لي ان اتي بشنو بجداد مثلا يعني كويس ليه انا بدى لي من البداية ما كان اجيب جداد لانه انا شنو انسان قاصر مخلوق علمي ليس كعلم الله سبحانه وتعالى فالملاحدة بيقول ليك النسخ سواء كان نسخت لفظا وبقيت حكما او نسخت حكما وبقيت لفظا او غير من انواع النسخ الموجودة في القرآن يقول ليك النسخ اصلا في اصله يعتبر شنو يعتبر طعن في الله سبحانه وتعالى فانت كان مفروض تكون صريح انت عندك مشكلة في النسخ ذاته واللفيدة كلامك الان كلام الملاحدة في النسخ ذاته النسخ ذا سبت بالغران بعدين النسخ ذا ما يدل ما يدل على ان ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم ربنا قال ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها لم تعلم ان الله على كل شيء قدير ده واحد من الحكم من الحكم نمر اثنين ما جاء في صورة الحج الاية انت قلتها ربنا قال وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى تمنى يعني تلى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عزيز حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم الشبهة والطعن بيكون في الناس القلوبهم مرضانة وفي الناس القاسية قلوبهم فيبقى ده ما طعن اليمنوه ما طعن للمؤمنين ده طعن اليمنوه للملاحدة فيبقى انت اصلا اذا عندك مشكلة في النسخ ابتداء مفروض تقولها فدي انا بضيفة لنقاش الشيخ مززمل انه 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 المسألة هي في اصلا النسخ اصلا النسخ ما المشكلة انت فيه مسألة الشيخ وما الشيخة المسألة الشيخ وما الشيخة انت قلت تدي انا ما بتخش معي مثلا لانه دي اه مثلا بتفتح باب واوال الاخر انا عندي ما بتفتح باب نجي نتناقش بصورة علمية هل ثبت انه ربنا سبحانه وتعالى من ناحية تاريخية بحسب اه الوسائل اللي بعرفوا بها الاحداث تحت التاريخ هل ثبت ان ربنا سبحانه وتعالى انزل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ايه تقول والشيخ والشيخة اذا زنيع فارجموهما البتة والله عزيز حكيم ولا ما ثبت نتناقش علمي نحن عندنا في سنن نبي داود وفي غير من كتب السنة بالاسانيد عن فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الاية ثم رفعت هذه الاية كما ثبت ايضا في صحيح البخاري من حديث انس لما قتل اصحاب ارمعونة انزل الله فيهم قرآنا يبلغ ما عليه الصحابة الذين قتلوا الصحابة الذين لم يقتلوا انهم قالوا ابلغ عنا قومنا ان قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا دي برضو اية نسخت شنو لفظا وبقيت حكما بقيت حكما وين ربنا قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اشنو اموات فيبقى انت تجيني انت قلت ناحية علمية لانه لو فتحنا بطعني دا انا بطعن لك في فيساغورس وبطعن في كنفاشيوس بطعن فيهم كلهم يبقى بصورة علمية انا عندي صورة علمية بالاحاديث بالاسانيد عرفتها فيبقى النقاش نقاش علم معلش دي انا نقطة حبيت طيب المعموما هو حاول يتهرب من لشادي واصحابه ديل قالوا لشادي بيعتقد وبناقشهم فيها وبيعتقد عدم عذب القبر لكن عموما انا بثبت الامور دي وانت الان قدام النازل قدت ما بتعتقد الكلام وبتثبت عذب القبر فانت جالس مع النازل في محل واحد النازل عارفين حقيقتك خلاص؟ الان زول دا قدامكم الكلام اللي انتوا بتقولوا نكروا كله كله نكر اذا فعلا الكلام اللي انتوا بتقولوا بي وصح بينكر عذب القبر وبيؤمن بالاشياء الكفرية دي كلها ازول دا الان سبت لكم انه كذب اذا فعلا انه كلامكم في وصحه وبيقول لكم بينكر عذب القبر تاني ما مستحيل تاني تسمعوا له وده لانا بهمني بالمناسبة تنكر تثبيت انا بهمني الناس ذيك بهمت كلامي؟ الزول دا قدامكم الان نكركم حطب كلام اللي قال لكم انكرو حطب تاني عليك الله بالله لو جاقعد لكم قال الله تعالى بتقول تسمع له؟ فهمت انا دا البيهمني طيب بعد دا قال عذاب القبر عذاب القبر دي برود عليك بتعتقدها ولا بتعتقدها؟ وانا عندي الناس ذيك اصدق منك عذاب القبر فيه لانه ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن عن اهل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة ادخل اهل فرعون اشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية ربنا ذكر في الاية ذي عذاب في يعني في محلين المحل الاول قال الان يعرضون على النار غدوا وعشية وبعد دا قال ويوم تقوم الساعة دا الموضع التاني يوم تقوم الساعة يوم القيامة ادخلوا الى فرعون اشد العذاب والنار يعرضون عليها غدوا وعشية دا قبل يوم الساعة دا وين دا وين خلاص؟ وفرعون الان مات شو بات التراب البليد؟ بيقول انه بتفلسف طبعا بيضحك عشان قرى بفرنسا يمكن قرى ولادة قرى بتاع انا ما بعرف قال والله يا اخي قال بيضحك من الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي اخي في ناس امريكا بجرته هذا الله يعزبهم يلقاهم وين يعني الله بيلقاهم في عينك يلقاهم جو عينك لو دار يلقاهم وفي اي حتة؟ هلم تعلم ان الله على كل شيء قدير؟ هلم تعلم؟ حلس؟ وبعدين في رجل زمان في صحي البخاري النبي صلى الله عليه وسلم حكى قصته قال لي اولاده لما انا اموت قال لما انا عملت زنوب كثيرة لما اموت اجمعوا الحطب وحرقوني لما نبقى مات في كوني مع الريح ليه؟ قال لهم لئن قدر الله علي لوعذبني عذابا ما عذبوا احدا من العالمين حرقوا بقى مات فكوفي الهوى في يوم عاصف ربنا قال لي كن فكان رجع ولا ما رجع؟ رجع انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فده ده ربنا سبحانه وتعالى يستطيع كل شيء وهو على كل شيء قدير فكلام الترابي الله يلقاهم وين؟ وامريكا فجرتهم ده كلام زول اصلا ما مؤمن بربنا لانه ربنا قال ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير؟ الله ممكن ينعمك نعم قبر ويعذبك عذاب قبر جوبة حوت جوبة جدادة في بطن المحيطات بر في القبر في اي حتة ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير؟ وربنا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لي عائشة يا عائشة ان عذاب القبر حق انتهى الموضوع ومر بقبرين وقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل انه كبير اما حدهما اما ثاني فكذا الموضوع انتهى قلت له حديث ضعيفة نتناقى زي ما قال لك شهاب علم متين وضعف الحديث وده والله تخش البحر ده تفقد السنارة وتفقد المركب وتفقد السروال ذاته ما بتقدر تحصل ناية البحر ده ده بحر خطير جدا انا بتكلم عن الناس اللي بيقولوا العقائد اللي بينكروا الحديث وبقولوا العقائد الباطلة ده ده علم نعرف كيف نصيح الحديث ونضعيف حسنا ننزل في الميدان طيب اية الملعنة قال بين الزوجين وموقفها من حد الرجم مع الاخذ بالاعتبار ان كلمة العذاب لا تعني الموت والرجم يكون الى الموت وهذا معنى العذاب لا يعني الموت ماخوز من اية سليمان والهدهد لو عذبنه وعذابا شديدا او لا اصبحنه اول حاجة اية الملعنة بين الزوجين اذا انتهت في النهاية باتهام احد الطرفين وملاعنته بيفرق بياناته اما ده رجيب الآية دي وقصة الملعنة اشانين في الرجم سبت يا جماعة شنو الكلام عن الرجم قبيل بل ادلة واما انه كلمة العذاب لا تعني الموت مونو قاللك العذاب يعني الموت ويعني ما دون الموت ربنا قال قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون لفي سورة الانعام ومعناته هنا الموت لكن في الهتوتناك لو عذب النوع عذابا شديدا معناته عذاب شديد دون الموت بدليل القرينة الصريحة في الآية اللوظية قال او لا اصبح النوع فما ممكن يكون العذاب الموت وتاني هيصبح بعد الموت دي قرينة صرفت المعنى من العذاب معنى العذاب من الموت الى ما دون الموت لكن الآية ذكرتها لك من آل عمران معناته الموت من النعام عفوا سبعة واربعين الآية تقريبا الموت فما في مشكلة الكلمة في اللغة قد يكون عندها عدة شنو عدة معان عدة معان طيب قال عشرة من المعلوم ان الديانة اليهودية تقوم على معتقد المسيح الدجال والله دول مرة عرف قال والألفية السعيدة وما الحكمة والفايدة من اعتقاد هذا للمسلمين اعتقاد شنو المسيح الدجال يعني ما في فايدة منه تعتقد في فايدة ربنا قال وإنه لعلم للساعة وكذلك ودعا عيسى مشكلة ابن مريم كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المسيح الدجال قال عنه أحاديث كثيرة جدا قال يدخل الدجال يطأ الدجال كل الأرض إلا مكة وطابة قال وإذا أتى إلى طابة وبرواية طيبة عن المدينة ولها يومئذ سبعة أبواب وعلى كل باب ملك بيده السيف سلطة يعني مطلع بر كده فإذا أراد الدجال أن يدخل المدينة اتهز الملك السيف فرجع الدجال وحكى بعد ذلك قصة تميب بن أوسى الداري صحيح مسلم ودي أطول قصة فيما أعلم ذكرت قصة المسيح الدجال والنبي عليه الصلاة والسلام أيدوا عليها بوحي من الله سبحانه وتعالى إنه مكفول في جزيرة ومقيد يدينه إلى عنقه وبين ساقيه من الحديد مقيد وبعد ذلك قال يظهر في الأرض وإصراعه كإصراع الريح ولبسه في الأرض أربعين يوم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة جمعة عن أسبوع وأتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا فالمسيح الدجال موجود وحيجي عيسى بن مريم نازل كعلم أو كعلاه من علامات الساعة فيقتل المسيح الدجال أما كونه اليهود قالوا بيهوا عشان كده نحن ننكره أو من عغايتهم عشان كده ننكره ده ما حجة أول حاجة ده ما من الدين الكلام الته لكن ما من العقل ذات ولا من المنطق اليهود قالوا فيه الله معنات إحنا نقول شنو بل المنطقondere الترابي ده وبتع الشيادة نقول شو نقول ما فيه الله لأن اليهود قالوا فيه الله ولا ما يهو كده اليهو كده عرفته؟ اليهود هم كفرين وملاعين واي حاجة لكن لو قالوا كلمة حق ولكلمة ده اصلا موجودة في ديننا قالوا ولا ما قالوا موجودة لكن كون هم وافقونا فيها معناته باطل يعني كون قالوا في مسيح دجال وده عقيدة من عقادة اليهود ونحن نقوم ننكرها ما في والله مسيح دجال ليه السبب لانو اليهود قالوا برضو في مسيح دجال طيب اليهود ما قالوا في الله ننكروا فده ده ده ما حج اصلا عدنا الابراهيم ده دول بليد يا ما تسمع له. طيب. والله بليد والله ما عنده اقول. وانا متمنى الين فيه اشانا انتبه لك صوبة وصوفة. لكن القوين محشور جوة اليوتيوب. يا القوين اصلا. فكلام ده حيرفع بيمشي له جوة هناك. طيب. آآ قال هل دي بيل ما 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 ردنا هل الحقيقة والحق حكر على السنة? فكل طائفة ترى انها على حق. وده ما يقول لك انه الكلام الكتبت ده كلام شيعة يا شيخ. كلام شيعة. خلاص? فكل طائفة اول حق النقطة الاولى الحق انزله الله سبحانه وتعالى. والحق هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من كل من اعتقد وآمن بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ده من اهل الحق. حتى لو ما قال انا اسمي من اهل السنة والجماعة. قال انا اسمي سلفي. لكن ما قال انا اسمي من اهل السنة والجماعة. مسلا ما صرح كده. ده على الحق. لكن اشتغروا اهل السنة والجماعة بهذا الاسم. لان الاسم ده ما فيه حاجة يخفيه حرام. ما فيه حرام. هم اهل السنة. العلماء قالوا هم اهل السنة ابن تيمية قال. لتمسكهم بها. والسنة حقت منها جماعة. حقت الرسول صلى الله. والجماعة لانهم اجتمعوا حولها واجتمعوا عليها. ده الموضوع. مش اهل السنة وجماعة دي الحزب. ولا فريق ولا نادي. ما حزب. زي ما قال الشيخ العسيمين. السلفية او اهل السنة ليست حزبا. وانما هي منهج. فكلمة اهل السنة. آآ نسبة للسنة. وكلمة السلفي. نسبة للسلف. وافضل السلف بعد الانبياء من الصحابة. فسولي يقول لك انا سلفي ده ما حزب. انا سلفي يعني باخد بفهم ومنهج الصحابة والسلف الصالح. سني يعني باخد بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكل واحد. جوا من اهل السنة دليل اشنو. سنة الرسول دي. كونك تمسك بما كان عليه الرسول دي يا ابو من وين. حديث الصحيح. في كتاب السنة لابن نبي عاصم. صحة والألباني. حديث عبد الله بن عمر بن العاص. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود وافترقت النصارى. الى ان قال وستفترق امتي الى ثلاث وسبعين فرقة في الاهواء كلها في النار. قالوا من يا رسول الله. قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. فدي اهل السنة والجماعة جاد مننا. لكن ما حزب. طيب. قال فكل طائفة ترى انها على حق. هي الطائفة وحدة. الطائفة المنصورة وحدة. لكن صح كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا توقر لهم بزاك. هسا عدنان ابراهيم ده مش زول بليد. لكن في النهاية على حق. بيقول على حق. في النهاية. لكنه على باطل وما شاف الحق اصلا. دول دع منه اليهود. عشان يدمر الدين. والحمد لله قاعدين يرود عليه والناس قاعدين يرود عليه. شبهاته ما ما انطلئ الا على جاهل مثله. لكن زول عنده عقول وربنا شرفه بالفهم. عرفته ما بقى وهيما. ده ما بتابع عدنان ابراهيم. لانه زول بليد. بليد جدا. ولا تسمع كلامه كله كذب. ابو غريرة سرك. سركت انت يا كلبي بليد. وبتين سرك ابو غريرة. تقول له كلام باطل. وكلام فارغ ساكت وعادنان ابراهيم. فما في طواف في طائفة واحدة. لانه النبي عليه الصلاة والسلام قال. تفترق على تلاتة وسبعين فرق امتي واحدة في الجنة. واثنين وسبعين في النار. ولانه ربنا عز وجل قال وان هذا صراطي مستقيم واحد. واحد. فاتبعوه لما جلل للطرق التانية والطائفة الضالة دي كتيرة. قال ولا تتبعوا السبل. جمعي ده جمعي سبيل. جمعي ليلة انه الباطل كتير. لكن الحق واحد. لا يمكن ان الحق يكون اتنين. قال الامام الشافعي الحق واحد. واحد. ما في وي لونة. فكلامك انه كل طائفة ترى انه على حق بيروا على حق. لكن على باطلهم ما اصل. لانه الحق واحد وطائفة واحدة. ما حزب. انما منهج. منهج قد يكون بالصين قد يكون بالسودان بالسعودية بغيره. طيب. وانت نفسك اذا ولدت في طائفة اخرى لكنت لكنت الان تدافع لكنت الان تدافع عنهم وترى انهم على حق. لماذا لا تدعي الانتماء وتناقش الى الافكار ده الجزئية التانية ده يا ابن علي. طيب تاني فيه شنو? سيد عظيم. تفضل. نهد صوتك. كيف تقول الليل محبا حكرا محدا حد الرجم في الحديث بتاع الظهري. اللون ساولوا ان رجم رسول الله قال لهم نعم قال لهم قبل نظرة النور وعند نظرة النور قال لهم الله أعلم. ذا تقريبا الظهري سأل واحد من الصحابة. هل لا اكد من المعلومة؟ أنا بدأ لازلت عرف وغير كده الحديث بتاع الجسات الشيخ ابن العثمين نفاوه ناهية الجسات إنه قال الزهري صحيح له واحد من الصحابة الزهري ما من الصحابة لكن الزهري تابع من الصحابة صحيح الكلام ده يا مان؟ هذا ما كلام صحيح يا شيخ الزهري بيروي عن الصحابة بواسطة الزهري أصلا الكلام ده ما هذا هو كلام كذب والزهري أصلاً ما قابل صحابي من الصحابة وعليشي تما قلت ما جائز فنحنا خلنا نوريك فالزهري ما قابل واحد من الصحابة بعدين حديث الجساز قلت لحسيمين قال ما صح الحديث صحيح المسلم الرسول قال صح لا لا ما قال كذا النبي صلى الله عليه وسلم تميم حكاه فالنبي صلى الله عليه وسلم حكاه للناس بوجود تميم وأيدوا على بوحي من الله قال ثم دخلوا الجزيرة فوجدوا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى قبلها من دبرها فقالوا ما أنت قالت أنا الجساسة قالوا وما الجساسة قالت لهم اذهبوا إلى ذلك الرجل بالدير فإنه إلى خبركم بالأشواق فده حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما في أحد يستطيع يسبت ولا رأينا الشيخ العسيمين يعترض على حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو وجدته حتى أسا لو جيبته جيبت جيبت أي الإمام أحمد ذاته قال والله أخي الحديث ما فيه والحديث فيه نقول اجتهد وله أجر الاجتهاد وأخطأ والرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه عبد الله بن عباس ما حسم المسألة دي تمام انت ما تسمع لعدنا نسمع للصحابة عبد الله بن عباس قال شنو قال لما الجماعة اختلفوا مسألة التمتع في الحج والعمرة وكذا بالعمرة للحج فقالهم قال رسول الله وحدين قالوا قال ابكر وعمر قال رسول الله قال ابكر وعمر قال لم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابكر وعمر تقول لي العسيمين قال رسول الله يا شيخ قال فدخلوا قالوا ما أنت قالت أنا الجساس موضوع انتهى لأن تتجسس الأخبار للدجال كما قال النووي في بعض الأقوال في معنى مسمى الجساس قالوا سمي هذا الجساس لأنها تتجسس الأخبار للمسيح الدجال ففي الجساسة في الدجال فيها أجوج ومأجوج وده القرآن وده السنة انت ما تسمع لزول الله بعدين على أخوانك ديل قالوا يا أخي تقولت مستعد تناقش أي زول مش كده فحسا قال ما جائز حسا قال ما مستعد طيب فقال أنا الكلام سمعته من كم راجل آخر كلام قالوا شيخ قال أنا ما جاهز للنغاش بتارك بيس أربية الأسرة قال ما باعتخده الحمد معا أنا جاهز في حكة معينة ديل بيقوله الراجل بيقوله ده راجل بصاحبين خلاص أنا البهمني يا جماعة أنا البهمني أخواننا ديل أنا بصدقهم أكثر من الزولة قالوا الزولة شغال وبينشوفوا الكلام ده وبناغش فيه الناس هو الآن نكر وحطب فيبقى ما أظن ما نكرته قلت ما بتعتقده ما بتعتقده طيب طيب وقلت عذاب القبر ما فيه أسا قلت ما قلت فأخوانك ديل ما أظن تهن يزول فيه معاقل أبدا يقعد يسمع ليك كلمة أبدا حتى لو قلت لهم الله الكهربة قطعت برضو ما إذا هو فيه ما تصدقوا صح أو ما صح؟ صح؟ ما تصدقين الذي يشبه عينه قطعت لا فيه دين لا فيه دنيا والله العظيم جاء لأنه زول ده أسا نكر كلامكم كت أنا والله لما بعرفكم وبسيخ فيكم كنت صدقت كلامكم فما تصدقوا زول ده نعم فهم ما ما فيه الحمد نوع خلاص كده لا 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 الحمد لعن جاء وحيس مع بنشاء لا 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 ما أحظم من خلاص كلامكم لا أعظم نعم ما أحظم لأنه بل لا أعتقد أبدا لأنه زولة البرجة على الحق بيكون صادق يعني بيقول أنا قدت كده وعقدت كده بيبينه مش يكتبه وينشوره ويجيأوا ما بيعتقده ده ما ده ما صدق ولا ده رجوع للحق ده ما رجوع للحق لكي لا تشعر نفسك سادق نعم نعم شوف يا أخونا صحي أنا مصدق منكم يا أخواننا حس شوف 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 يا جماعة خلاصة خلاصة كلامه داري نشر مسهبة الشيعة لكن الطريقة بتاعت التشكيك فكاليك شوفا إذا زرية تلقى عندك علم يقول ليك ما بعتقدها دار عارف ما عندك علم بديك التانية والثالثة والعاشرة عموما نحن نخليك تنشر مسهبة التشيع ولا عدن الرهيم ولا سجامرمات في هذه البلاد ولا غيرها أي محل تمشي تنشر الكلام ده بتلقانا قدامك من ردع له طوالي بكلمك النصيحة خلاصة بوريك انت وشو الردنا بوريك برضو أي محل تلقانا إن شاء الله قاعدين جدام طيما البلاد دي عندها ناس بأسلحة كمان عندها ناس تاني بقرآن وسنة عرفزة؟ أي وسخ فكيت وبننظفه سريع وبنكوب محله مطهر وبنرده مكتة ذاتا ألا كلمك النصيحة والله أي بس أي أي ما خلاص ما سيما تناغشنا بالحتي يا زاو في زول عنده حاجة جماع؟ في زول عنده أي اضافة؟ ها؟ لا أنا قريد كتاب شراب الوصل شراب الوصل شراب الوصل لكن طبعا الطابع كله خطير أصلا صح كله يعني فيه كفريات فيه شركياتنا أي صحيح الطقية عندي في كتاب الكافي للكليني ومعنى الطقية إنك شنو؟ إنك تصدر خلاف ما تبطن وكذا يعني يعني أول ما يزرك تقوم تغير كلامك وده موجود في هذا الكتاب وقالوا لا دين ولا إيمان لمن لا تقية له في كتاب الكافي ذاته للكليني يعني تكذب يعني تقول مثلا تطعم في الدين تطعم في السنة غيره اليوم الزرك تقول لا يا لا لأنه أحب السنة وأحب الصحابة دي هات تقية ذاته خلاصة يعني خلاصة تقية أنك تكون منافق التقية هي النفاق والتقية أصلا هي دين عبدالله ابن وبيبن سلول رأس النفاق دي الدين عبدالله ابن وبيبن سلول وهو دين الشيعة ودين الرافضة ونزعدنان إبراهيم وتلاميذه والناس اللي يسمعوا له ويتلمزوا عليه اختصار شيئيا وأنا أعتقد الحق وضح لمن كان له قلب أو لقى السمعة هو شهيد نحن على سفر جزاكم الله خير بارك الله فيكم أجمعين أي فضل أي فضل بسم الله والحمد لله صلاة والسلام على الأفضل عندي سؤال الشيخ إذا كان في مسجد وليجيت الفرصة فيه المسجد ده 20% موحدين لا يعتقدوا في شيخ ولا يعتقدوا في أي إن كان وأربعين في المئة عوام والبغية يعتقدوا في شيخ فهل أجعل دروسي كلها توحيد ولا أدي الفقه حبا أدي التوحيد حبا وكيه جزاك الله وحيرا أول حاجة جماعة كونه أنت تصنف تقول في 20% موحدين أو بيعتقدوا التوحيد ده غلط ذاته لأنه موزول يعلم ما في القلوب إلى ربنا ياخ في صحيح البخاري قال لي هلا شققت عن قلبي فكونه ده كذا في المئة أو حتى لو ما قصد النسبة تحديدا فينها قصد لك نسبة موحدين فده ما صح نمرة اتنين لو بيقوا جد موحدين لو فرضنا جدلا يعني جد موحدين لازم تدعموا للتوحيد لأنه ما في زول موحد أكتر من الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا بعد ده قال له للرسول ولقد أوحي إليك يا رسول الله يعني وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والرسل الصالحين لئن أشركت يا رسول الله لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الله أول شي ناوان الشرك بعد ذلك أمر بالتوحيد قال ليه بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فأي زول يقول زي كلامك ده إنه هل أعمل دروسه كلها توحيد كلها توحيد كلها توحيد لأنه نزاته لو ما وحدوا ما تعلمهم لا صلاة لا فقه لا غيره وحتى كلمة فغه ذاته العلماء قالوا الفقه فقهان فق أكبر هو التوحيد معرفة الله عز وجل ومعرفة حقه على العبيد بعد ذلك الفقه الأصغر الشرائع والعبادات والوضو والصلاة وكده 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 النبي عليه الصلاة والسلام لما بعز معاز إلى اليمن حلى اليمن أهل اليمن أصلا أهل الكتاب والكتاب ده فوق التوحيد بالنسبة فوق التوحيد قال ما عنه فيه توحيد قال ليه فليكن إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوم إليه إلى يوحد الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم بعد ذلك بالصلاة والزكى وإنت ماشي فده دين الله التوحيد لابد يذكر به لابد بالزاد كمان في بلدنا دي ده كمان أخصة كمان في أي جامع سلفين ولا غيرهم تذكرهم بالتوحيد سلفين زادهم بيتلك لكم تقال ما قاعد يتلك لكم؟ بيتلك لهم صار رسولنا عندهم عمارة في السجانة عندنا معلقين فيها قرنينتور من العين هس موجود يسمع عمارة يشتغون هس موجودة قال ليه له هس صراح هركبوا الريقلة والتوحيد جناح شيخ وبقوا القضية زمان وعملوا ونشيد علم لا إله وشغل بازت كل أجهات هاي فناس تذكر بالتوحيد وتؤمر بالتوحيد لأنه ربنا أمر الرسول كلهم بالتوحيد وبعد ما ربنا ذكر 18 نبي في سورة الأنعام قالوا ولو أشركوا لا حبط عنهم ما كانوا يعملون لكن ان تقول شنو؟ ان تقول مع التوحيد دا الرسوم شنو؟ الفغي لكن ما في حاجة اسمه يشري في المية كده وثلاثين في المية كده خلاص توحيد لا لا توحيد لازم مع التوحيد دا الرسوم حاجة ثانية ما في مشكلة وفي الحاجة الثانية ذي ذات الوضوء الليلة احنا شرح باب الوضوء من صحيح البخاني والوضوء هو طهارة الظاهر وأهم حاجة طهارة الباطن من الشرك والناس اللي بعبدوا البرع يخلوه لأنه البرع قال كده 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 والمكاشف قال كده والمرغني قال كده كده بعد دا خش في الوضوء لازم كلام ده واجب واجب عيني وأي داعي ما يعمل كده داعية فاشل وعاطل ساكت ما منهج ذا ما منهج الرسل لأنه ربنا قال عن منهج الرسل ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطعوة إزاكم الله خير بارك الله